واحد من المتابهين كمان بيقول انا متجاوز من ثلاث سنين ولكن زوجتي مهملة وانا بحاول اغير البيت ولكن في الحقيقة انا مش شايف غير ان انا انفصل فهل انفصل الجواب لا لان فكرة الاهمال من الافكار اللي ممكن تتغير مسألة الاهمال ممكن تتغير في بعض الناس بيقولوا لا اللي فيه طبعا ما بيغيروش لا خالص ان الله لا يغيروما بقوم حتى يغيروما بانفسهم يبا اذا الاشياء التي في النفس تتغير وإلا لو لم تكن تتغير ما امرنا الله سبحانه وتعالى ان نغيرها حتى شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب قال لا تغضب يعني الامور النفسانية او الامور التي تعود عليها الانسان تتغير فعوائد الانسان تتغير ونفسية الانسان تتغير بس بارادة وباستعداد وبامل في هذا التغيير فاحنا لازم نشجع لازم تشجع زوجتك على هذا التغيير طيب انا مش قادر دلوقتي اعمل اي حاجة بسيطة بسيطة انت بحتاج لخبير تروحوا انتوا لتنين عند خبير عشان يتكلم معكم في يتكلم معكم في هذه المسألة لعل زوجتك في الحقيقة في حاجة زي ما عندنا في مسألة الاشياء الزوجي في حاجة اسمها الحوار العنيف الصامت ان واحد يكون بيمارس العنف بالصمت فقد تكون زوجتك كمان تمارس التمرد بماذا؟ بعدم اللهم بلا بان هي تكون مهملة فقد يكون الاهمال ده تنوع من انواع التمرد نوع من انواع رد الفعل عندها على انها لا تجد امتنان منك ولا تجد الحياة اي نوع من انواع المحبة والحنان منك ده هزة في زعمها انا بقولش ان هي ما تقوله يكون صعيحا لكن ده شفنا كتير شفنا كتير يبقى الحل هو ايه؟ ان احنا لازم نجلس ونضع هذا الامر على منضضة ونتناقش فيه ولزاك لنصحت لحضرتك لا لا تطلق ولكن تعالى الخبراء وتعالى على مركز الاشهاد الزواجي بدر الافتاء المسرية هو ده الافضل